عاب حميد طبعاً حضرك تابعة مباراة الأهل والعين طبعاً طبعاً فيه مجموعة من الأرقام عملها الأهلي بعد المباراة أبرز الأرقام اللي عملها أن ديات المباراة رقم 25 لمرص الكرة مع الأهلي أنه يفوز بتلات أهداف سواء 3-0 أو 3-1 أو 3-2 في دورة أبطال أفريقيا عملها 9 مرات في دورة المصر 11 مرة كاس العالم الأندية مرتين كاس الانتر كونتينينت المصر العين مرتين وفي كاس مصر مرتين تمام بوكولر ديت البطولة رقم 11 له في الأهلي طبعاً ممكن يا سهل سؤالي أنت هتضحك دي بطولة بجد الطبيعي أن فيه بطولة يعني البطولة وبعد كده تكسب الماتش ده فهتلعب الماتش التاني في الضر اللي مش عارف قبل النهاية وبعد كده تلعب ماتش النهاية مع ريال مادريد وبعد كده في الآخر بتبقى بطل الانتر كونتينينتل يعني إزاي بديه بطولة في النص عشان لها مقابل اسمها كاس الكارات التلاتة آسيا وأفريقيا أقولك يونسيا آسيا العين لعب أوكلاند سيتي في الماتش الأولاني آآ يعني حتى الفيفا منزل على شعار عكاس آآ والمديليات الموجودة طب ليه بيقولوا ما فيش ولا ممثل من الفيفا لا كان فيه ممثل ما كانش فيه ممثل في تحاد أفريقي ما فيش ممثل من الاتحاد الأسياء كان فيه ممثل للفيفا كان موجوده اللي ظهر الأهلي في يوم المباراة صبح ده كان موجود ممثل عن الفيفا آآ لك مش عارف اسمه انت لا مش عارف اسمه ولا أنا طبعا ديات البطولة رقم آآ 11 لمرس الكورر مع الأهلي آآ بقى الوقت هو تالت آآ أكتر مدرب في تاريخ الأهلي آآ تحقيقا للبطولات آآ ماني والجزء عشرين جميل عثمان آآ كورر 11 جميل عثمان؟ آآ ده في فترة التلاتينات والأربعينات لقى دوري منطقة القاهرة وكاس السلطان آآ آآ هو بس محسول بطولات آآ وفيه كمان حسام البدري هو الرابع رقم البطولة رقم 9 آآ كمان كابتن خالد دي البطولة 153 في تاريخ الأهلي كريا ومحلية آآ 27 بطولة كرية لو حسبنا كاس القارات الثلاثة آآ و 126 بطولة محلية سواء شاملة دوري كاس مصر سوبر مصري كاس السلطان دوري منطقة القاهرة دي أبرز الأرقم كمان يا كابتن آآ ديت أول ده أول مباراة اسمه بان أوتل آآ دان أوتل دان أوتل ده مساعد سكرتيري فيفا آآ ده اللي كان موجود مباراة آآ ده اللي كان موجود في مباراة الأهلي والعين تمام وكمان يا كابتن آآ لو لاحظت أن العين الأماراتي أول مباراة له الموسم ده مايسجلش فيها أهداف آآ العين اللاعب قبل مباراة الأهلي 12 مباراة سواء في الدوري أو في الكاس أو في الدورة أبطال أسيا أحرى 39 هدف في 12 مباراة أول مباراة مايسجلش فيها هدف اللي كانت مباراة الأهلي في المقابل لو استقبل قبل مباراة الأهلي استقبل 22 هدف يعني 25 هدف 25 هدف وده بيعكس ضعف والمشاكل الدفاعية اللي بيعاني منها هرنان كريسبو مع العين الأماراتي تفتكى ممكن يمشي كريسبو بعد اللي؟ آآ أعتقد ما يمشي آآ نسبة كبيرة آآ